اشتركوا في القناة تحدي تهنيئته بالذكرى الخامسة والعشرين لتأسيس الحرس الوطني بعدها نوه المجلس بمناسبة اليوم الدبلوماسي لمملكة البحرين والذي يصادف الرابع عشر من يناير من كل عام بما حققته الدبلوماسية البحرينية خلال مسيرتها الممتدة لأكثر من خمسين عاما من نجاحات عززت مكانة المملكة إقليميا ودوليا مؤكدا مواصلة مملكة البحرين في تطوير علاقتها مع دول العالم وإقامة الشراكات التي تحقق تطلعات الجميع في الأمن والتنمية وفي إطار التوجيهات الملكية السامية بتوفير أربعين ألف وحدة سكنية أمر صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بتوزيع ألفي وحدة سكنية إضافية على المواطنين واستكمال توزيعها خلال شهر فبراير القادم وكلف سموه وزارة الأسكان باتخاذ كافة الاستعدادات اللازمة للشروع في توزيع الوحدات الإسكانية ضمن المشروعات الإسكانية في كافة محافظات مملكة البحرين ثم أشهد المجلس بالمستوى المتقدم للمشاركات في مسابقة الابتكار الحكومي فكرة في نسختها الرابعة ما يعكس ما يمتلكه أبناء البحرين من شغف للتميز والإبداع في العمل ووجه إلى دراسة استفادة الوزارات والجهات الحكومية من هذه الأفكار الإبداعية وتضمينها في مسارات التطور بالعمل الحكومي وذلك بعد الإطلاع على مذكرة اللجنة التنسيقية بشأن مسابقة الابتكار الحكومي فكرة في نسختها الرابعة بعدها تابع المجلس الإجراءات التي تتخذها الجهات المعنية بشأن حماية المستهلك ووجه المجلس بتكثيف الحملات التفتيشية للتأكد من التطبيق السليم للقوانين بكافة جوانبها الفنية والتنظيمية والإجرائية بما يكفل حماية المستهلك إلى ذلك تابع المجلس طورات الأحداث في جمهورية كسغستان الصديقة وأعرب عن تمنياته لها بالأمن والرخاء وتحقيق تطلعات شعبها والمحافظة على السلم الأهلي بعدها نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول أعماله وقرر ما يليه أولا الموافقة على المذكرات التالية مذكرة الإجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن تطوير أفاق التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بما يحقق الأهداف المشتركة في تحقيق مصلحة الوطن والمواطن واعتماد دليل حكومي يعزز ذلك مذكرة الإجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي حول مشروع قرار بشأن الترخيص لمزاولة أعمال المنفذ الخاص وتجديد الترخيص مذكرة الإجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن رد الحكومة على اقتراح برغبة مقدم من مجلس النواب ثم استعرض المجلس الموضوعات التالية مذكرة الإجنة الوزارية للشؤون القانونية والتشريعية بشأن مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن اتفاقات التسوية الدولية المنبثقة عن الوساطة مذكرة الإجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية والتوازن المالي بشأن ملخص أعمال اللجنة للعام 2021 والتي تركزت حول برنامج الحكومة وبرنامج التوازن المالي وذلك ضمن سبعة محاور يندرج تحتها واحد وثلاثون برنامجاً مذكرة سعادة وزير شؤون الكهرباء والماء بشأن التحول الإلكتروني لخدمة هيئة الكهرباء والماء عبر تحويل عشر خدمات إلكترونياً لتخدم أربعمائة ألف مشترك في خدمات الكهرباء